يلا نسوي حلو الجود من الموجود لان هذه المقادير اللي موجودة عندي بالمزرعة شوفه اول شي بحط اه اه قيمر اوكي هذا القوطي بستخدم اثنين قيمر حطيت قوطيين قيمر وثمان حبات جوبين كيري وبحط الحين ثلاث اكفاش او قفشتين نصف او ثلاث اكفاش اه اه بودرة كاكاو او نسكوك انا هذي حطيت انا فيها شوية شكر عرفتو اذا ما حطيتو هذا النوع حطو شكر اذا بتحطون الكاكاو المر حطو شكر بخلط هذا الخليط بالخلاط وارد لكم على ما يخلطوا لي الخليط بغمس الحين البسكوت بالحليب حليب بارد اغمس فيه البسكوت واحطه بالبايريكس طبعا اي نوع بسكوت انتو تفضلونه بسكوت شاي انا مستخدمة هذا اللي بالشسمة بجوز الهند عرفتوه المطاحن وايد لذيذ احبه طبعا خليت اليهال يغمسونه يلا يغمسوه وحطوه يغمسون البسكوت بالحليب يحطونا بالبايريكس نسوي فعاليات حق اليهال يغيرون جو هذا خليط الشوكولت اللي قبل شوي سويته معاكم اللي هو عبارة عن جيمور وجبن وش اسمه نسكوك اي شوكولت بودر بحط منه شوية طبقة خفيفة وبعدين بكرر طبقة بسكوت ثانية شوفوا حطيت طبقة خفيفة افردها بهالشكل واحط طبقة بسكوت ثانية احطيت طبقة ثانية من البسكوت وحطيت بعد شوية من سوس الشوكولت اللي سوينا اوكي وبحط طبقة بسكوت ثالثة هذي طبقة البسكوت الاخيرة يعني صاروا ثلاث طبقات اوكي احط اخر طبقة وبصب فوقها المتبقي من الخليط اللي سويته خليط الشوكولت حطيت طبقة البسكوت الاخيرة الحين نزل السوس اللي سويته حط كل الكمية خلاص انه هذي اخر طبقة طبعا حلو بسيط وسهل يسوينا عيالكم وهو حلو الطيبين بتحديث بسيط عرفتو بس التحديث على اخر اضافة الحلو جاهز الحين شنو بسوي بذوب الككاو بحمام مائي طبعا يعني شوفوا الاختراع تحطون جدر فيه ماء وفوقها جدر ثاني اوكي نذوب الككاو على بخار الماء ما نحط الجدر على التشولة مباشرة بذوب سنيكرز يعني شذي يتغير وقيت لكم حلو الطيبين بس مع تحديث بسيط بذوبه بضيف لجيمر وبحطكها طبقة اخيرة شوفوا الككاو بدي يذوب بضفط لقوطي قيمر واكمل احرك شلته من على الجدر عشان اقدر اصوره لكم لانه ما اقدر احرك وهو فوق الجدر احين ارده لانه يذوب تماما بعدين نصبه على حلو البسكوت شوفوا وشذي الككاو ذوب عدل احين نصبه فوق حلو البسكوت وندخل الثلاجة وبالعافية بس نستمتع فيه عقب العشة وبس وخلصنا وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية ودخل الثلاجة وبس نستمتع فيه عقب العشة انا احبه مع بيبسي بارد والمع قهوة عربية كله حلو ترى انا من عشاق حلو البسكوت وايد احبه يعني حتى اش كثر دورت مشاريع بالبيت يسوين حلو بسكوت ماكو ياخي حلو الطيبين لذيذ بس كل مرة يتفنتك فيه بشي مرة احط آرو مرة احط فراولة وتوت كل مرة احط يعني شي مختلف المهم خلوا بناتكم يطبقون اليوم فقرة الطبخ حق بناتكم الاصغار شي سهل وبسيط وسريع وتسوين شذي فعاليات في البيت عن ضيقة الخوق